إسرائيل أعلنت انتهاء التصعيد في غزة ولبنان هل انتهت الأمور عند هذا الحد برأيك؟ مساء الخير إليك ولجميع المشاهدين طبعاً منذ تولي نتنياهو حكومة الأخيرة منذ مطلع هذا العام 2023 لم نشهد نهائياً فترة هدوء وإنما كانت عبارة عن تهدئة مؤقتة ممكن تصل إلى عدة أيام فقط وواضح من تركيبة الحكومة الإسرائيلية ورؤى هذه الحكومة أنها تسير باتجاه التصعيد والاستفزاز وهذا ما لمسناه طوال هذه الفترة الماضية إسرائيل معنية بشكل أو بآخر لتحريك الشارع الفلسطيني استفزاز الشارع الفلسطيني تحت منطلقين المنطلق الأول هو هروب من أزمات نتنياهو شخصياً ومن ثم الائتلاف والصراع الداخلي ما بين رؤى متطرفة جداً ورؤى نتنياهو طبعاً ليس أقل تطرفاً لكن نتنياهو يميل دائماً لتطبيق سياسة بهدوء بعيداً عن الضوضاء أو الشعبوية التي يمارسها تحديداً بنكفير ومن هنا ومن ضمن هذا الصراع داخل الحكومة الإسرائيلية لا بد أن نشهد خلال الفترات القادمة حالات من التصعيد لكن نتنياهو وحكومته معنيين بأن يكون تصعيد تحت السيطرة مثل ما لمسنا خلال على الأقل الأيام الأخيرة والساعات القليلة عندما اشتعلت الجبهات من مختلف المناطق باتجاه إسرائيل لكن لم نشهد تصعيداً إسرائيلياً مقابلاً لهذا الموضوع وكأنها تريد إسرائيل أن توجه ضربة بضربة وتتوقف عند هذا الحد جزء من إلهاء الشارع الإسرائيلي أو حرف ما أنظاره ومساره باتجاه قضايا بين قسين ما يسمى العدوان الخارجي والعدو الخارجي وهذا نتنياهو يجيد تماماً منذ توليه ليست هذه الحكومة فقط وإنما الحكومات المتعاقبة على مدار 15 عام حكم بها نتنياهو إذن نحن أمام نعم حالات تصعيد مستمرة سنشهدها خلال الأيام والأسابيع القادمة